هوية بريس على العوام التي تسهم في تمسكها وتسهم في أدائها لهذه الأدوار ولهذه الوظائف وهذا لن يتحقق إلا بإنصحة تعبير تسييجات المؤسسة بالقوانين التي تسهم في تمسكها وبالطبع نحن نؤمن على أن الأسرة من الناحية المرجعية ليس هناك تشريع أنسب وأسلم وأضمن لاستقرار الأسرة ولتماسك الأسرة ولسلامتها ولأدائها لوظائفها من تشريع الذي شرعه الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى شرع الأحكام والقوانين التي تهم هذه المؤسسة في كتابه وبالمناسبة حينما نعود إلى تشريع لإسلام لأحكام الأسرة فلسن نجد أن الله عز وجل وأن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلت تفصيلا في القضايا التي تتعلق بقضية الأسرة خلافا لباقي المؤسسات الأخرى والمهمة كمؤسسة الدولة على سبيل المثال التي لم يأتي في كتاب الله عز وجل إلا أحكام عامة ومبادئ عامة لذلك فتفصيل القرآن الكريم في قضايا الأسرة وفي أحكام الأسرة تفصيلا دقيقا كمسائل الإرس على سبيل المثال فيه إشارة دقيقة على أن هذه المؤسسة مؤسسة مهمة وعلى أن الاجتهاد فيما يتعلق بالأحكام والقوانين الخاصة بهذه المؤسسة هو منوط بأهله وبالذين لهم القدرة على التشريع فيه من أهل الاختصاص دول مرجعية الشرعية بطبيعة الحال ولعل خطاب جلالة الملك في المرامة الأخير الذي انصف فيه على أنه ولا يحل حراما ولا يحرم حاللا فيه تنصيص دقيق على أن هذه المؤسسة هي مؤسسة مقدسة ينبغي أن يتم التعامل معها بهذا النوع من القدسية ولا ينبغي التطاول فيما يتعلق بالأحكام التي قد تؤدي إلى تفككها أو قد تؤدي إلى عدم قيامها بأدوارها وبوظائفها لذلك نؤمن بأن أي اجتهاد أو أي تشريع في المستقبل أو أي محاولة لإعادة النظر في مدوانة الأسرة فينبغي أن تنضبط لهذه المرجعيات لمرجعيات هذا المجتمع لهويته لقيامه لمبادئه التي هي مستمدة ولله الحمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان من اجتهاد فينبغي أن يكون من أهل الاختصاص من ذوي المرجعيات الشرعية ومن الفقهاء الذين لهم القدرة على الاجتهاد فيما يتعلقوا بالإحكام الخاصة بمؤسسة الأسرة ويأترس ترجمة نانسي قنقر